اكد جلالة العاهل المفدى الملك حمد بن عيسى الخليفة ان التنوع الديني في المملكة هو نعمة لشعب البحرين الذي يسند لتراث عريق من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي لافتا جلالته الى ان مجتمع البحرين يقدم نموذجا يحتذا به يحتذي لكل شعوب الارضة حيث يعيش جنبا الى جنب اصحاب الديانات والحضارات المختلفة في جو يملأه الود والالفة والتناغم بين مكونات وشرائح المجتمع سواء كانوا من المواطنين ام من المقيمين الذين وفدوا من شتى بقاع الارض وقال جلالته في مقال نشر له بصحيفة الواشنطن تايمز بعدد يوم الثلاثة الموافق للعاشر من اكتوبر الجاري قال ان مملكة البحرين تعد اقوى بسبب التنوع الثقافي الذي تعيشه منذ قرون وارسى دعا ايمه الاسلاف مشيرا الى ان العالم سيكون اكثر امنا وزهارا اذا تعلم كيف يستوعب التمايزات بين الافراد باعتبارها عنصر دعم وقوة وتكامل بين الناس وبعضهم البعض وليس كما يراها شردمة قليلون باعتبارها عنصر ضعف وهوان ورأى جللته انه من المهم ان يعترف العالم كما تعرفت البحرين على جمال هذه الاختلافات بين البشر وبعضهم البعض وكيف يمكن ان يعلمنا هذا الاختلاف دروسا كثيرة بما في ذلك درس التسامح الديني مؤكدا انه لا ينبغي النظر الى الحرية الدينية باعتبارها مشكلة بل الى حل حقيقي جدا للعديد من اكبر التحديات التي تواجه عالمنا خصوصا الارهاب الذي لا يعرف الدين ويهدد جميع الشعوب المحبة للسلام ووصل جلالته نحن نعتقد اعتقادا راسخا بانه لا يمكن القضاء على هذا الشر الا من خلال قوة الايمان والحب الحقيقي وهذا ما دفعنا لكتابة على اعلان مملكة البحرين كوثيقة تدعو الى التعددية التي ترفض بشكل قاطع الاتزام الديني القسري وتدين اعمال العنف والاذاء والتحريض باسم الدين وبالنسبة للقادة الوطنيين فان الاعلان يوضح انه من مسئولية الحكومات احترام وحماية الاقليات الدينية والاغلبية الدينية على حد سواء وانه لمجال للتمييز الديني ازاء اي طائفة واشر جلالته الى ان الاعلان اعلان مملكة البحرين هو دعوة للقادة والجماهير ورجال الدين والحكام والرؤساء والمواطنين الى البذل لطمان ان العقيدة الدينية هي نعمة للبشرية جمعاء واساس السلام في العالم مجددا التأكيد على ان البحرين ترحب بنموذجها في التعايش والتسامح حيث يعيش جنبا الى جنب المؤمنون بالكاثوليكية والارثوذكسية والانجيلية ونشعر بالفخر بان مواطنين الهندوس يمكنهم ممارسة العبادة في معبد مضى على بنائه نحو مئتي عام يتزين بالرسومات الخاصة بهم ويقع بالقرب من معبد لطائفة السيخ ومساجد المسلمين وتابع العاهل المفدى قائلا نحن نحتفي بجمهورنا الصغير ولكن الثمين اليهودي هذا الجمهور الذي يستطيع بكل حرية ان يرتدي يارمولك والعبادة في كنيسهم الخاص مضيفا ان جاليتنا اليهودية تلعب دورا ناشطا جدا على اعلى المستويات في المجتمع بما في ذلك سفيرة البحرين لدى واشنطن في عام 2008 وهي اول دبلوماسي يهودي الى الولايات المتحدة من دولة عربية لقد اردنا ان نحمي التعددية الدينية للاجيال القادمة لذلك فقد كرسنا هذه الحماية في القانون الذي يضمن لكل شخص الحق في العبادة دون عوائق وكذلك بناء بيوت العبادة واشدد جلالة الملك المفدى على ان اسلافنا النبلاء بدأوا هذا التقليد الديني عبر بناء الكنائس والمعابد التي بنيت بجوار مساجدنا موضحا ان التعايش السلمي في البحرين يسند الى مبادئ اصيلة قوامها روح الاحترام المتبادل والمحبة وان الجهل عدو السلام لذلك بادرت المملكة بانشاء اعلان مملكة البحرين الذي يدعو الى التسامح الديني والتعايش السلمي في جميع انحاء العالم واضف جلالته ان المبادرة البحرينية بانشاء اعلان للتسامح ليس مفاجئا لمئات الملايين من المسلمين المحبين للسلام في جميع انحاء العالم وان البحرين قامت بصياغة هذا الاعلان بالتشاور مع علماء السنة والشيعة جنبا الى جنب مع رجال الدين المسيحيين والحاخامات اليهود واتابع جلالته باعتبارنا بحرينيين السندنا لتراثنا الوطني كمنارة للتسامح الديني في العالم العربي في وقت كان فيه الدين كثيرا ما يستخدم في جميع انحاء العالم لنشر الكراهية والشقاق ولكن في البحرين فان التنوع الديني هو نعمة لشعبنا واختتم جلالته ما قاله بقول نحن في العالم العربي لا نخشى من التعددية الدينية ولا داعي للخوف منها بل في الواقع نحن بحاجة الى بعضنا البعض ويجب ان نلتقي مع بعضنا البعض عن طريق الاحترام المتبادل والمحبة ولعلنا سنجد طريق السلام الذي نسعى اليه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر